اشتركوا في القناة اشواط الكبار في صباحي هذا اليوم انطلق الشوط الثاني عشر في اشواطي صباحي هذا اليوم ليحمل لنا الزمول المحليات الاصائل التي تحمل شعارات يا ابناء القبائل من كل ميادين الدولة قادمون الى المرموم ومن دول مجلس التعاون للمشاركة للانطلاقات الجميلة في رياضتنا العربية الاصيلة نندفع مع هذا الشوط نتعرف على المراكز الولى يقود زمول مذهل على راس حربة هذا الشوط وسعيد بن خلفان بن حمد الحافري ياتي بالمركز الاول وينطلق على المقدمة يليف المركز الثاني هذا الشامخ الشامخ سلطان بن عبيد بن محمد الكعبي ياتي على المركز الثاني في هذه اللحظة وفي هذا الاندفاع بينما المركز الثالث ثالث المراكز يتدخل الشميمي الشميمي ومحمد بن علي بن حماد بن مصبح النيادي ياتي على المركز الثالث اما المركز الرابع الشجاع الشجاع في المركز الرابع وإحمد بن سالم بن راشد بن سعيد المزروعي بن رقراقي على ما أعتقد وفي المركز الرابع نعم هذا شعاره يتقدم بينما المركز الخامس خامس المراكز مياس مياس سعيد بن سهيل بن دليوي يقدم مياس على المركز الخامس في هذه الانطلاقات في هذا الاندفاع بينما في هذه الانطلاقة هناك أيضا هملول لسلطان بن حبروت بن سلطان بن سيف اكتبي في هذه الانطلاقة في المركز السادس المركز السابع سابع المراكز وهذا كيفان كيفان ياتي بهذا الانطلاق وسيف بن عتيج العميمي بن عمير المركز الثامن ثامن المراكز وهذا شاهين لهدي بن عبدالله الركاض العامري في هذه الانطلاقة المركز التاسع لنكمل لدانا للعشر المراكز وهو رقم تسعة مجمل الصدف الحاسم تعود ملكية السهيل بن سعيد بن زاهره الخيالي والمركز العاشر هناك نشوف الدخول والتدخل في هذه اللحظات من هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع هذا في هذه اللحظة هكذا مشاهدين متابعين الكرام نادر نادر نعم بن سالم بالورع العامري هذا السلاب هذا السلاب هكذا النتيجة هكذا النتيجة للعشر المراكز المتقدمة من الزمول في الشوطة الثانية عشر الذي يحمل هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة وهذه بنوك المستقبل للانتاج والمنتجين في هذه الانطلاقات وهذه التحديات بعد مشاركتها وانجازاتها وانطلاقاتها في هذه الميادين عموما على كل حال نعود إلى المراكز الأولى إلى المراكز الأولى ونتقدم إلى مذهل اللي يقود الشوط من بدايته يقود الشوط من بدايته مذهل مسيطر على مقدمة الشوط يتربى على عرش المقدمة بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل يقود سعيد بن خلفان بن حمد الحافري يأتي على مقدمة الشوط بينما بعد الحافري ننطلق للمركز الثاني ونلقى محمد بن علي بن حامد النيادي بن حامد النيادي الذي يمغدم لنا الشميمي يمغدم الشميمي على المركز الثاني وبر رقراقي المتمرد يتواجد ويتقدم مع شجاعة وحميد بن سالم بن راشد بن رقراقي المزروحي يأتي على المركز الثالث والمركز الرابع ياكم بن عمير تقدم بن عمير مع كيفان كيفان سيف بن عتيجة بن عمير العميمي يأتي بهذه الانطلاق وهذا الاندفاع على المركز الرابع المركز الخامس هذا اللي هو بالحبروت بن ساري هذا سلطان بالحبروت بن ساري الاكتبي يتقدم مع المركز الخامس في هذه اللحظة المركز السادس شوف التحرك وهذا هو اللي وصل مشاهدين العزاء اللي دعناه في المركز العاشر غير من موقعه هذا السلاب نادر بن سالم بالورع العامري ياتي بهذا الانطلاق والمركز الثامن مع بن دليوي مياس سعيد بن سهيل بن دليوي المركز التاسع هذا من الاسماء اللي خلف العشر الشامي كان خلف العشر الشامي أحمد بن مطر بن مايد الخيلي وعاشر المراكز يا راعم صيحة شوف رغمه هذا مياس 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 انطلاق محمد بن خلفان بن راشد المزروعي هذه النتيجة هذه النتيجة مشاهدين العزاء متابعين الكرام وهذه ذاعتنا الثانية وصفنا على حضراتكم للمرة الثانية العشر المراكز في هذا المسار وفي هذا الانطلاق في هذا الاندفاع الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان من ثم نعود لنتابع لنتابع لوحة الاثنين كيلو متر اللي قادرناها يعني الاربع كيلو مترات انتهت وعلى اثنين كيلو متر دخلنا في أجواها لننطلغ مع المراكز اللولة لننطلغ مع المراكز اللولة الله مذهل 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 على المركز الأول أم سيطر على المقدمة يقود الزمول ويتقدمهم حتى هذه اللحظات من البداية من الاستار بالعرض الجميل مذهل ويلاحقه اللي هو الشميمي الشميمي ومذهل في صراع الشميمي ومذهل في صراع مع سعيد بن خلفان الحافري ومع محمد بن علي بن مصبح النيادي بن مصبح بن حامد هذا النيادي أيضا مقدم هذه النوعية وشوفه ما شاء الله عنده زود عنده زود يتري لوامر وبن عمير أيضا يرصد للثنين يبغي ينتز هالفرصة في الوقت المناسب وسلاب هناك سلاب أيضا نادر بن سالم الورع العام في هذه الانطلاقة ولكن زادت السرعة بدت الأمور انطلقنا مع هذه اللحظات انطلقنا مع هذا الاندفاع انطلقنا مع هذه التحديات الجميلة يا سلام يا سلام وصلنا وصلنا إلى الكيل والأخير الكيل والضمول ما شاء الله اللي يغير اللي يقتلكم الشميمي الشميمي محمد بن علي بن حماد بن حامد النيادي عفوه بن حامد النيادي على المقدمة يسير بركب المقدمة ولا زال ولا زال مذهل مذهل سعيد بن خلوان الحافري الحافري مركز أيضا مركز تركيز عالي المستوى وابن عمير يلا حرك حرك مع الجماعة مع الجماعة مع المركز الأول والثاني الثاني كل واحد يرصد للثاني ما حركوا ما حركوا ما حركوا ما حركوا ولكن في هذه اللحظات خلاص الستمائة متر غادرناها الأوامر الأوامر ولكن السيطرة مع المركز الأول الشميمي الشميمي محمد بن علي بن حامد النهادي بن حامد النيادي اللي قتلكم أشوف هناك مع الاثنين كيلو متر أنه عنده ذخيرة عنده ذخيرة وحرك حرك اللي هو الحافري 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 مذهل مذهل سعيد بخلفان بن حامد الحافري على المركز الثاني ولكن يا النيادي حرك جوي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لم تار الأخيرة بدون أوامر بدون أوامر حتى هذه اللحظات ينتزع الناموس الله يعصابك يا النيادي حرك حرك الشميمي محمد بن علي بن حامد النيادي وأهلهم غافة في العين أهلهم غافة في العين أسعدتم صباحا مع النيادي ولداء الجميل شوفوا لم تار الأخيرة لحظات الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني لسعيد بن خلفان الحافري المركز الثالث لبن عمير هذا اللي هو سيفة بن عتيج بن عمير العميمي والمركز الرابع اللي هو سلاب مع نادر بالورع والمركز الخامس هذا أحمد بن مطهر بمايد راعي الشامي هذه النتيجة مشاهدينا العزاء للمراكز وابن حامد النيادي اللي انتزع ناموسي هذا الشوط يا سلام اشكرك يا راعي عالي على هذا الناموس وعلى هذا الفوز الجميل تسع دقائق وستة وخمسين ثانية وخمسة جزاء من الثانية من خدم لنا الشميمي محمد بن علي بن حامد بن مصبح النيادي وحمل السلامات لأهالي المغافة من المرموم بهذا الأداء الجميل تسع دقائق وسبع وخمسين ثانية المركز الثاني توقيته أيضا قدم أداء جميل مثل سعيد بن خلفان بن حمد الحافري حل في المركز الثاني المركز الثالث في توقيت زمنه عشر دقائق بالوفا والتمام مع بن عمير اللي هو كيفان سيف بن عتيج بن عمير العميمي هكذا كانت النتيجة والانطلاق تهانينا لجميع الفايزي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر